اهلا وسهلا مرة جديدة وصلنا لحتى نكون موجودين مع زميلة محمد الكفوين نعرف اكثر من الكرك عن استعدادات شركة الكهرباء في المحافظة لاستقبال فصل الشتاء صباح الخير صباح الخير غادة اليك كل جميع متابعي برامج دنيا دنيا لا بد نتحدث عن موضوع الكهرباء وان انقطاعات الكهرباء لا سيما وانه اهالي محافظة الكرك يعتبرون فصل الشتاء هو فصل المشاكل مع التيار الكهرباء حقيقة مع كل فصل الشتاء تلوح في افق محافظة الكرك شكاوة على طاولة تشرك توزيع كهرباء الكرك حول انقطاعات متكررة الكهرباء مع كل فصل مع كل هطول مطري ومع كل سرعة رياح اضافة الى شكاوة حول اعادة تأهيل بعض الاعمدة وبعض الخطوط وبعض الشبكات إلى جانبي أيضا شكاوة تعلق بمحدودية فرق الطوارئ المنتشرة مقارنة بعدد المشتركين ومقارنة بمساحة جغرافية ولأننا عودناكم دائما بدنيا دنيا نطلع عليكم بالقضايا الخدمية اللي بتهم المواطنين واللي بنسلط الضوء عليها حتى نتابحها مع الجهات المعنية ولعل موضوع الكهرباء هو من أهم ملفات لدى المواطنين في المنخفضات فاليوم نحن موجودين بشركة توزيع كهرباء الكرك هاي الشركة اللي بتقدم خدمة الكهرباء لمحافظة الكرك حتى نتعرف على استعاداتهم لفصل الشتاء نتعرف على جاهزيتهم نتعرف على هل هناك خطة وضعت من أجل تخفيف من موضوع انقطاع الكهرباء وأيضا رسائلهم التوعية للمواطنين مع قرب فصل الشتاء ينضمين الآن مدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الكرك مهندس بكر المجالي أو عفوا بكر رواجدي مهندس بكر صباح الخير صباح الخير شكرا لإذاعة الأولياء لتحدينا الفرصة للتحدث عن استعادلات منطقة توزيع كهرباء الكرك يعني مهندس بداية الله يطيكم العافية نتحدث بداية عن موضوع انقطاعات تيار كهرباء ولعله الموضوع الأبرز اللي بشغل بال المواطنين هل كشركة توزيع كهرباء وضعته خطة للتعاون مع هذا الموضوع وضعته خطة للتقليل من موضوع انقطاع الكهرباء نعم صحيح تم وضع خطة بداية الصيف الماضي خطة للتعامل مع جميع انقطاعات الممكن تحدث على شبكات توزيع الكهرباء حتى تم وضع الخطة المناسبة التي تتلائم مع الظروف الجوية المتوقعة وذلك الخطة تتكون من خمس محاور المحمر الأول وهو لخص رفع اعتمادية النظام الكهربائي وذلك بصيانة الشبكات الكهربائية وجميع منظومة النظام الكهربائي لمنطقة توزيع الكهرباء الكرك بالنسبة للخطوط الكهربائية تم عمل الصيانة التالية لها غسل جميع هذه الخطوط بواسطة آلية وخصصة لذلك الكشف الميداني والحسي على جميع هذه الشبكات وعمل الصيانة لها اينما لزم اضافة لذلك قامت منطقة توزيع كهرباء الكرك بتقليم الأشجار القريبة من شبكات التوزيع الرئيسية لتغذي جميع مرافق المحافظة ذلك لتجنبا سقوط هذه الأشجار على الشبكات الكهربائية في حال كان فيه تساقط الثلوج وفي حال كان رياح شديدة يمنع ارتطام بهذه الشبكات ما تؤدي لها فصل الطيانة الكهربائية يعني بعد هذه الخطة هل نعيد المواطن في محافظة الكرك انه هذا الشتاء رح يكون مختلف بالنسبة انقطاعات الكهرباء مسيرة التطوير والتقدم في شركة توزيع الكهرباء مستمرة بإدخال جميع او اي تكنولوجيا حديثة تساعد في التقليل من هذه الانقطاعات والحلولة ان لزم في بعض المناطق من هذه الانقطاعات وذلك بتركيب منظومة متطورة يتم التحكم فيها عن بعد لجميع مكونات النظام الكهربائي في منطقة توزيع الكهرباء الكرك يعني رح يكون الشتاء مختلف بالنسبة انقطاعات ان شاء الله يكون الشتاء مختلف والجاهزية ممتازة هذا لا يعني عدم حدوث انقطاعات لكن خطتنا الموضوعة سوف يتم التعامل مع هذه انقطاعات بمهنية وحرفية عالية مهندس نتحدث أيضا عن الموضوع بشغل بال المواطنين وهو موضوع الفرق الفنية جهودكم مباركة دائما ودائما موجودين في الميدان لكن محدودية عدد هذه الفرق لعله يعني يبطئ عملية إرجاع تغير الكهربائي وبتعرف انت غالبية الناس يعتمدوا على المدافع الكهربائية يعني نتحدث عن هذا الشأن هل تم الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للفرق الأماكن أكثر سخونة والأماكن التي تتعرض لمرخفضات أشد في المحافظة والماكن المرتفعات ويعني عدد هذه الفرق وكيف رح تكون متشتري وتوزيعها بشكل عام أكيد الفرق الطوارئ الموجودة في منطقة توزيع الكهرباء تكفي بالغرض وتكفي للتعامل مع جميع الظروف الجوية في الظروف الطبيعية العادية يوجد عندنا أربع مراكز انطلاق يتم تداول عليها أو تناوب عليها من 12 فرقة في حال تغيير الحالة الطالعة من متوسطة أو إلى قصوة يتم استحداث غرف عمليات جديدة يتم توزيعها على جميع الأقضية والألوية في المحافظة وتزويدها بالكادر الفني اللازم والمعدات اللازمة مهندس نتحدث أيضا عن دائما عندكم رسالة توعوية كشركة توزيع كهرباء الكهرباء للمواطنين للتعامل الآمن والسليم مع التيار كهرباء بشكل عام وبالمرخبضات شو رسالتكم للمواطنين وشو أكثر المواقف اللي بتتعاملوا معها يعني مشاكل بسيط جراء خطورة الكهرباء على المنازل تحديدا نتحدث عن المنازل والأسر نهيب المواطنين أثناء الظروف الجوية الشديدة أو أثناء التساقل الثلوج أو الرياح الشديدة بعدم الاقترام من الشبكات الكهربائية كما نهيبهم بعدم استخدام الكهرباء في أعمال تدفع تدفع لأنها تزيد من كهل المواطنين بأعباء مالية جديدة كما نهيب المواطنين بعدم التواصل مع الكادر الفني والكادر الهندسي أثناء حدوث الانقطاعات يعني يتواصلوا مع مين طيب؟ يوجد في شركة توزيع الكهرباء مركز اتصال متقدم على مستوى عالمي موجود هذا المركز في إدارة الرئيسية في عمال يتم استقبال الأعطال من جميع مناطق الامتياز الشركة والمحافظة يعني اللي بتقصده مهندس أنه بدل ما المواطن يرن على شخص يعرفه بالشركة أو فرق فنية لا يرن على الكول سنتر بحيث أنه ما يكون صيفية تشتيت بالعمل ويكون في العمل منظمي يعني هذا بتقصده؟ نعم هذا صحيح الاتصال مع مركز الأعطال يساعد المواطنيين في عادة تيار في أقرب وقت ممكن لأن مركز الاتصال يتم توصيل الملاحظة إلى الفرقة المعنية في المكان المعنية نعم يعني نتحدث أيضا عن موضوع يعني اليوم بنشوف جاهزي عن شركة توزيع كهرباء الكرك ومنشوف الآليات المنتشرة وعلى أبوة استعداد هل تم تفعيل هذه الخطة؟ ولا يعني تنتظره بخي نقول للمنخفض يدخل أو عفونا لفصل الشتاء يدخل حتى تباشر بوضع خطط يعني للتعاون عن المخفضات وبنسبة لوجود الآليات وهذا الموضوع خطط طوارئ أصبحت موقع تنفيذ اعتبارا من واحدة داعش يتم عمل بها حسب زي ما حكيت سابقا حالة الطوارئ المعلنة التي تم إعلانها من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة في حال كانت متوسطة زي ما حكيت بيتم تعزيز النقاط الحالية الموجودة للطوارئ بمجموعات إضافية في حالة الطوارئ القصوى يتم فتح ورفع عمليات جديدة وتزويدها بالكادة الفنية والآليات اللازمة سؤال الخير مهندس يعني بنشهد أحيانا انقطاعات فردية وهذا الأشي معتائد لكن ماذا عن انقطاعات الجمعية؟ هل تم نأخذ بعين الاعتبار في هذا الخطأ هذا الموضوع؟ ويعني هل ستنتهي هذا الملف أم أنه ما زال هناك مشكلة بالنسبة لانقطاعات الجمعية؟ يعني بتذكر الشتاء الماضي وغطينا عبر الشاشة ترؤية كان في انقطاع عن لواء عي كان في انقطاع عن منطقة قرر الحمايدي بصرفة عن أكثر من 500 منزل هل تم التعامل مع هذا الموضوع وأخذ عن الاعتبار أم أنه الموضوع ما زال قائم؟ سيد العزيز احنا كل انقطاعات يتم دراستها بجدية وأخذ بأسبابها والإجراء عليها الحلول دون تكرارها مرة أخرى شكرا جزيلا لك مهندس نعم غادة هذا يعني هذا واقع الملف الكهربائي هنا من شركة توزيع كهرباء الكرك ويعني نأمل أن يكون هذا الشتاء مختلف بالنسبة للملف التيار ومختلف أيضا بالنسبة لأن يكون أمطار الخير وبشائر الخير تعم كافة مناطق المحافظة وبلا أي خسائر أو مشاكل وأيضا تعم عفوا كافة أرجاء المملكة هذا كل ما دي هنا من شركة توزيع كهرباء الكرك ومن محافظة الكرك أنقل لكم الكلمة في استوديو دوني أدريا